نائب عن طيار الحكمة محمود مل طلال لبرنامج المشهد الأخير أن الأيام المقبلة ستشهد استجواب عدد من وزراء حكومة عبد المهدي مشيرا إلى أن أغلب الوزارات فشلت في تطبيق البرنامج الحكومي نجي إلى أغلب الوزراء نحن استبعضنا بعض الوزراء لكن نجي إلى باقي الوزراء الآخرين اللي أقدر أقول عليهم من فشل ومن استثمر أو استغل الوزارة لصالح الشخصي أو لصالح الحكومي وهذا ما أثر تأثير سلبي على أداء المهام هناك كثير من الوزارات تدعي على أنها أنجز للبرنامج الحكومي لكن عندما راجعنا للبرنامج الحكومي الذي أطلقه الدكتور عادل عبد المهدي والذي أراه شخصيا من خلال خبرة أنه أرقى وأفضل برنامج تم تقديمه خلال الحكومات اللي موجودة إلا أنه للأسف لا يزال حيث الورق وحيز الورق لم يخرج خارج ورق فقط من باب التنظير وإنما من باب التطبيق لم يكن له واقع إذا ما رجعنا على الاستجوابات اللي جنابك تفضلت بها لا إصرار كامل وبجرأة سنعمل على استجواب السادة الوزراء وهناك من يحدد لأن كثير بعض الوزراء قال هناك اتجاهات سياسية كذا نعم خلنا نقول اتجاهات سياسية هناك اتجاهات سياسية خليجي هو الرجل الوزير إلى ساحة قبة البرلمان ويناقش بالأسئلة التوجهة ترجمة نانسي قنقر